شكراً سيد رئيس سيد رئيس الحكومة المحترم سيدة الوزراء المحترم سيدات والسادة النواب المحترم سيد رئيس الحكومة اليوم لمنسابة كان نقشو موضوع موضوع مهم وهو إصلاح للتعليم العالم وهي مناسبة لاستحضار لنموذج وثقة النموذج التنموذج والتي كان بالخصوص سيد وزير التعليم العلي يعني عضو في هذه اللجنة والتي أكدت على تعزيز الرأس مال البشري وأكدت كذلك لأن أزمة الجامعة هي تلاتية أبعد الأول هو أزمة الجودة ثانياً أزمة الثقة فيها ثالثاً أزمة مكانها المجتمعية في الارتقاء الاجتماعي وبناء النخاب وتكافؤ الفرص ولذلك فريق تقدم الاشتراكية نقول أن الجامعة يتعين أن تكون منارة للعلم والابتكار والتنوير وكذلك فضاء للتربية على الديمقراطية وعلى الحرية وقيم العدلة والمساوات لكن دعونا سيد رئيس الحكومة في البداية أن نتفق أن التعليم العلوي هو محطة ضمن المصاردية للتعليم من التعليم الأولي حتى تدائي تناوي إعداد تناوي حتى التعليم العلي لأنه هو الانتاج للطلبة التي تكون في التعليم العلي ووضعية التعليم أصبحت تختلط ما بين مكاسب التي مهمة والتي كانت في حكومات السابقة ومظاهر اختلالات لكذلك الذي يمكننا في نفس الأسبوع يمكننا أن نرى واحد من الطلبة حتى المرتبة الأولى في المصابقة في الرياضيات وفي نفس النهار وفي نفس الأسبوع يصدر بالمقابل تصنيف على أن يضع بلدنا في مؤخرة بشكل مخجل وهذا التناقض صعب كي يمكننا أن نفهمه سيد رئيس الحكومة القناعة فارغة تقدم الشراكية راسخة لأن إصلاح التعليم العالي هو ما صار عابر للحكومة ليس حكومة أو لا حقبة بل هي قضية قضية مصيرية للمجتمع عندما جاءت الحكومة سيد رئيس الحكومة وجدتم شيئا ما طريق معبدة وهذه كان لديكم الظهر الوحيد أما الظروف الأخرى كان شوية سوء الظهر كان عندكم وثيقة النموذج دنماوي كانت عندكم رؤية استراتيجية للإصلاح بأفق 2030 كان قانون إطار وهنا لبق سيد رئيس الحكومة كذلك لنذكركم بالالتزامات البرنامج الحكومي الذي كان استقطاب من هذه الوثائق بثلاثة وعدتم إلى تصنيف المغرب دائما أحسن 60 دولار الجديد البنيات التحتية الجامعية خلق مركبات جامعية وضع برنامج منح دكتورة مواكبة الطلبة في إحداث المقاولات لحدود اليوم سيد رئيس الحكومة كل شي كنتظر اليوم سيد رئيس الحكومة متفق معك على التشخص الذي قلت اليوم هو نستمع بمثابة تصريح حكومي يعني سنتين كانت إنجازات كبيرة صحيح أن التعليم العالي ليس بالسهل يقول لك نصلح موضوعيين ولكن ستكون على الأقل بعض المؤشرات التي يبان بأن هناك إصلاح لأن هنا مازال غياب الرؤية وبنسبة الأساسي وبنسبة للطلبة بالنسبة لبلادنا سيد رئيس الحكومة محتاجة إلى ترصيد المكتسبات لأجل بلورة نموذج جامعي بمعايير دولية وبما يتيح الارتقاء الفكري للطلبة وإعدادهم لعالم الحاضر والمستقبل ولن يتأتى هذا سيد رئيس الحكومة سنعطيه الاقتراحات هو الانتقال من منطق تدبيل المشترك إلى الاستقلالية الفعالة والمسؤولة للجامعة مع إرصاء قواعد حسن الآداء الاقتراح الثاني هو إصلاح نوعي وعاجل للنظام البيداغوجي وتنويع وتوسيع العرض التكويني بما ينسجم مع مهن المستقبل وتحديات السيادة في مجال الطقة والغداء والماء والدواء والرقميات ثالثا الاهتمام بتكوين الأساتذة بداغوجيا والعناية بأوضاعهم المادية والمهنية رغم أننا نستجيل بإيجاب تفاعل الحكومة والزيادة والإصراع في إخراج نظام أساسي محفز ومنصف رغم أن هذا ليس كافيا لجعل المهنة أكثر جاذبية رابعا توفير العدد وتجهيزات والموارد اللازمة لتدريس اللغات والمهارات بوضع مخططات نظرية ومنصات إلكترونية ونحن متافقين مع استراتيجية اللغات لكن لا يجب أن نأخذ أورديناتور ونعطيه ونحن نوفر جميع الجهزات لكي نصل إلى هذه الغاية خمسا مراجعة شاملة للنظام الامتحان وإرصاء نظام ناجح للتوجيه الجامعي لتفادي معاناة الأسر سادسا تعزيز مبادئ سيد رئيس الحكومة في حزب تقدم الشراكية إلى كل المدافعين للطابع العمومي الجامعة باعتبارها قاطرة لتعليم وكثير من 75% في الطلبة المغاربة في العمومي فهذا لا يتنافى مع ضرورة إعمال المعايير العلمية وحدها للبت في طلبات تراخيص فتح مؤسسات تعليم العالي الخصوصي في التعليم العالي الخصوصي يتعين سيد رئيس الحكومة الصارمة ويجب أن يتتمتع الشهادات الجامعية الخصوصية بالمصداقية العلمية والقوة الإدارية المتساوية مع الشهادة العمومية لهذا كانت سأل السيد رئيس الحكومة أن اليوم كان لقوا جامعات تحتهاق عندها أبرطومو وكذلك مدرسة المهندسين خصص تكون مراقبة صارمة في هذه المسألة هذه كذلك اليوم القانون الحالي يتحدث سوى عن الجامعات العمومية والخصوصية يعني حاليا هناك تجارب بلما نذكر الاسم متميزة لجامعة محدثة في إطار الشراكة وليس لديه هدف ربحي خاصة في إطار تعديل القانون يتم إدراج هذه المؤسسات لأنه اليوم تشتغل في نظارنا خارج القانون كذلك اليوم إعادة نظار في كلية الطب كلية الطب لماذا ترجع السابعة لكلية صحة بحل بعض المدارس الهندسة لتبع القطاعات وهي معينة وهي التي يكون عندها الاحتياجات التي ترى على صعيد البحث العلمي كذلك الهندسة الحكومية تتضمن لابتكار كما أن الرؤية الاستراتيجية دعت إلى ضرورة الرفع نسبة الناتج الداخلي الخام المخصص للبحث العلمي إلى 1% على المدى القارب لكن للأسف سيد رئيس حكومة لا يوجد شيء آثار في الواقع مع العلم أن إشكالية البحث العلمي ليس في التمويل فقط ولكن أيضا في ضرورة تنشئة أجيال على تقافة البحث منذ الصغار وأيضا في مدى توظيف البحث سيد رئيس الحكومة أرجع وخاص بقوني بعد سيد رئيس الحكومة سقو على بالنسبة المركبات الجامعية كان التزام في الحكومة السابقة وترصدت ميزانية وترصدت الأرض لهذه المنشآت جاءت الحكومة اليوم تبين بأنها تراجعت إلى هذا الالتزام متفق الإشكال الذي لدينا سيد رئيس الحكومة ويمكن كل شيء سيكون متفق كيف طالب خارج المنطقة في الجامعة يأتي الجامعة بدون منحة بدون سكن كيف ستكون تكافؤ الفرص وهو حق دستوري وتخيل سيد رئيس الحكومة طالب في نفس الكل واحد سكن يداره يأكل في داره يشرف داره واحد الضرب في حق دستوري لهذا الطالب مسألة الثانية هذه الخمسية في المياه التي لا يكمل الدراسة لهم لا تسأل لماذا لأنه يصل للعامل خصوصا الطالب لا يرقى يسكن لا يغادر الكل ولهذا إذا كانت تراجع سيد رئيس الحكومة نحن كامل نخلق بديل لأبناء الشعب وخصوصا هذه المناطق النائية إما تعميم المنح لهذا الطلبة وتعميم السكن على الأقل لكي نضمن اليوم لكي نضمن لهم التسكن فوق الفرص كذلك إعادة النظر في طريقة التوزيع كذلك إعادة النظر في التوزيع هذا المنح التي تتلقى التي في الجامعة في نفس المدينة تتعطل دومي بورس لماذا تتعطل دومي بورس لا بورس تتعطل المناطق لمساكنها في نفس المنطقة مسألة الثانية هذه المنح التي كانت اليوم سيد الوزير أعطيك الإحصائية كان الأباء لم يتجوز الدخل ألفين درهم ألفين درهم ولم يستفيد من البورس هنا إشكال كبير يجب إعادة النظر في الطريقة التوزيع والاستفادة جميع المناطق اليوم سيد رئيس الحكومة من خلال اللقاء اليوم نحن بصدد دراسة ليس موضوع اقتصاصي ليس مالي ولكن نحن في قلب مناقشة إحدى المواضع التي هي محور من المحاول الأساسية للدولة الاجتماعية إن نجحنا في إقرارها سوف ينعكس ذلك إجابا لا على الاقتصاد ولا على المالية ومكانة بلادنا وسينعكس ذلك بالأساس على أهم عنصر وهو الإنسان المغربي شكرا شكرا سيد رئيس شكرا ترجمة نانسي قنقر